السلام عليكم ورحمة الله، أنا حسين وربيعين في هذا الدرس سوف نتحدث المزيد عن الكولومز إذن لو كانت لدي أنا هذه صفحة لرستورانت، ولدي ونروب في ستة كولومز هذه ستة كولومز، كل واحد عندهم حجم أربعة، يعني سوف كل ثلاثة يشغلون ونروب لو ترى أنا عندما أظغر سوف يبقى محافظة على الثلاثة، عندما أصل حجم معين يبقى يحول إلى واحد ويستمر واحد إلى أن يصل للنهاية بداية تأكد أن تذهب إلى البوستراب، هسين وتنزل البوستراب هذا الملف كامل الذي فيه بعض التعديلات إضافة ملف لأوفورد، أي سوف نعمل عليه هذا الملف وملف الآخر الذي في السي أس اس، إذن دعني أخرى هذا من هنا وأقول لك أنا حدثت هنا في السي أس اس، أضفت هذه التومي ستايل، وأضفت بعض الامجز هنا باللستة وأضفت هذا كلاس الأوفورد، الذي هو عبارة عن كونتاينر فيه رو، والرو فيه كولومات، فيه سيكس كولوم من نوع لارج، كل كولوم حجم أربعة يعني عندما أصل لوضع اللارج، سوف يكوني ثلاثة كولومات لكل رو أقل من حجم اللارج، يحول لي إيش؟ يحول لي على وان كولوم بير رو ترى أنه أيضا هنا ورثنا كلاس آيتم، الذي شرحنا هنا، إيش فكرته، مجرد نضع النص في المنتصف، وليس في الطرف ورثنا كلاس اسمه MyImage، هذا نحدد حجم الصورة 50x50 هنا، لو ترى هنا بالأوفورد، ورثة كلاس اسمه MyImage ورثة Image.circle، Image.circle يحول لك الصورة إلى دائرة، هذا عبارة عن كلاس من البوستراب Image.circle يحول لك الصورة إلى دائرة، وهذا الامج لكلاس الثاني الذي نحن كوناه يا ورثته طبعا هذا لو جيت أنا بالView، أحاول أن أكبر، طبعا ليس هذا أكبر، أكبر هذا، أوكي فعندما أكبر، يبقى بالحجم One، عندما يصل إلى الحجم Large، يتحول إلى ثلاثة بير كولوم ويمتهي، الذي أيضا ليس هكذا، أريد أنه أوكي، عندما يصل إلى حجم Large، يحول لهم إلى OneRow عندما يصل إلى حجم Medium، يحول لهم إلى Three، عندما يصل إلى حجم Small، يحول لهم إلى Two إذن دعني أختار الكولومات، طبعا أضغط، أضغط Command، وأختار الثاني، وأختار الثاني، وأستمر ضغط Command، وأختار هذه Arrows، وأستمر ضغط بالكومنت الخاص به، هذا الشكل، وأستمر أضغط بالكومنت، الآن أنا أحول لهم جميعهم Column في وضع Large، يحتوين على Two، يعني في وضع Large، يكون حجم الكولوم هو Two من 12، فستة من 12، يحول لهم ستتهم على OneRow يعني لو وجدت الآن في وضع Large، تعمل لهم View، Open Browser، يكون Two، يعني لو وجدت أنا انتقلت إلى وضع Large، يكون ممكنهم في رو واحد، لماذا؟ لأن كل واحد يمشغل Two، Two، ثنية، أربعة، ستة، ثمانية، عشر، أثم عشر، فهذا في وضع Large، المفروض أنا عندما عبر وضع Large، يتحول إلى One، أنا لا يتحول إلى وضع Medium، ثم Small، إذن، ال Medium، نقول له، نضيف Class آخر خاص في ال Medium، فنقول له Call، إذا وصل للوضع ال Medium، AMD، كم نكون في ال Medium؟ في ال Medium، نقول له أربعة، فور، يعني فور سيل، يعني كل Div يمثل فور سيل، يعني كل ثلاثة سوف يكونان في رو واحد، qun 35x، يعني دف ثم دف ثم دف، يكونان في رو واحد، في وضع ال Medium، إذن، على آتف عبر بروسر، أنا في وضع Large هنا،عني كما أتفقنا يكونان في رو واحد، عندما أقلل ننتغل إلى وضع ال Medium، يحول اليوم ايش؟ يحول اليوم الى 3$ drow، لا هناك مشكلة، سوف أنشرح أن حلها في الدرس القادم، نعمل خامل له بclass fixed ننظر المفروض انا عندما اقل من حجم ميديم يتحول الى one item انا لا اده هكذا اريد انه عندما ينتقل الى حجم ال small يحول لك الى two item وفي النهاية يحول لك الى one item اذا نعدل ايضا نضيف نقل لك column اذا وصل الى حد ال small sm حول لي ايش حول لي انه يريد two item فستة كل ديف يمثل ستة سيل في وضع ال small كل ديف يمثل ستة سيل فستة وستة اطمعاش يعني كل اثنين يكونان في one row لقد قلت لانه open in browser اوكي الان في وضع ال small عندما انتقلت الى small تحولك الى two عندما انتقل الى وضع ال medium يحولي ثلاثة عندما انتقل الى وضع large حول يوم كلهم الى one row ففكرتي في هذا الدرس انه اوضح لك كيف ترث اكثر من class في وقت واحد وكيف ترى انه وضعياته عندما انتقل بين وضع الى وضع اخر كيف يتغير حجم ال class لا تنسى ان تتعامل مع ال get half في عملك شكرا للحسن المتابعة ونلتقي في دروس قادم ان شاء الله لا تنسى ان تعمل لايك وسبسكرايب لا تنسى ان تنتظro شكرا لكم شكرا لكم انتظر طوال شكرا لكم موسيقى انتظرون